مباراة 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 مبار مع نادي الأهلي بالزبط بالزبط وطوب وتحطيم الأوتوبيس وتحطيم الحافلة لكن المباراة اطلعبت كلنا شفنا ملعب برادس يعني الدخان اللي موجود في كل أرجال ملعب حتى يعني اللي مالوش في الكرة قوي يتفرج يقول لك الصورة ملهم غير ما كده ليه الصورة مش واضحة طب وفي حاجة في التلفزيون لأ نقوله احنا كان فيه شوية احتفالات قبل المباراة من قبل الجمهور الترجي فكان فيه شوية ألعاب نريف فالملعب كان كل دخان المباراة تلعبت 1-0 ناديا ترجي التونسي في الشوط الأول مباراة رجعت للشوط التاني طبعا كالعادة الحكم اللي دايما بيكون عليه علامات استفهام هو بكاري جسامة الحكم اللي انا مش عارف ايه السر اختياره دايما في اللقاءات النهائية هل ما فيش غيره يعني هل الفقارة الافريقية كلها ما فيش غير بكاري جسامة هو اللي بيحكم النهائيات بغض النظر ان هو يعني كوف او غير كوف انا مش بكلم في كده انا بتكلم على انه دايما يعني دايما هو محل جدل حكم قبل كده مباراة الاهلي والوداد في نهاية 2017 وبالتالي يعني انا شايف نوجة نظر انا مش بتكلم عشان خطر انا اهلي وربطت على خانات الاهلي وكان متحمل على النادي الاهلي كتير جدا 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 وهو دايما حكم عليه علامات استفهام في افريقيا وحكم دايما احنا عفين الحكام الافارقة بعد ما كانوا مبشرين دلوقتي بقى عليهم علامات استفهام طيب ايه اللي حصل انباراة المباراة وقفت حوالي 60 دقيقة وقفت ساعة علشان الوداد احرز هدف التعادل والهدف الحكم قال ان هو اوف سايد لكن بتقنية الفيديو مش اوف سايد فلعيبة الوداد وقفت الحكم ممكن تشوف لنا تقنية الفار والله الفار مش شغالة يعني ايه مش شغالة والله مش شغالة ما عرفش مش شغالة طب هنعمل ايه هنكمل مباراة لعبة الوداد طبعا من حقها انها تقول ان احنا مش نكمل المباراة بشأن كان المباراة ليه علشان إحنا من لعبين مباراة لها شوط أول وشوط تاني شوط الأولاني كان في المغرب شوط التاني كان في تونس الشوط الأول اللي كان في المغرب أزف كان فيه تقنية فار طيب يعني إيه نطبق تقنية الفار في المباراة ومنطبقش تقنية الفار في المباراة التانية ألا أصلي كان فيه الفار ده بيتكون من ثلاث يعني فيه ثلاث حاجات بيتكون منها فيه حتتين سفر أو فيه حتتين سفر التونس والحاجة التالتة اللي هي مكملة لتقنية الفار دي في الشاشة اللي موجودة في أرض المال زي ما حضركم شايفين الشباة كانت مقصورة كانت محروقة ما كانش فيه سيستم ما كانش فيه حاجة ليه علاقة بالالكترونيكس أو بالالكترونيات موجودة في الشاشة الله أعلم احنا دايما بنتكلم على غرفة الفار فحصلت مشكلة كبيرة جدا وشفنا رئيس نادي الوداد ورئيس نادي التراجي التونسي وشفنا طبعا شخصيات هامة جدا حتى السيد أحمد أحمد بنفسه نزل مباراة فدي بالنسبة لي يعني الحد إمتى هيفضل الاتحاد الأفريقي ماشا يا جماعة بالشكل ده يعني الحد إمتى يا جماعة مش هنعرف ننظم بطولة مش هنعرف ننظم نهائي مش هنعرف ننظم أي حفل خاص أو أي مراسم ليه علاقة بلقاءات نهائية الحد إمتى هيكون عندنا دايما مشاكل في التحكيم يعني يا جماعة اللي حصل مبارح ده طيب أنا عايز أتكلم في حاجة بالنسبة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي كنت أنا شفتنا النهاردة وأنا هتكلم عن اتحاد المصر شوية يعني سريعا كده اتحاد المغربي يا جماعة أول لما المشكلة حصلت على طول اتحاد المغربي في ظهر الوداد المغربي على طول أيا كان عمل غلطان مش غلطان لكن اتحاد المغربي بيدعم بشدة نادي الوداد وعلى فكرة يا جماعة الاتحاد المغربي ده مش بس بيدعم الوداد هو بيدعم كل الأندية المغربية الموجودة في البطولات الأفريقية طيب كنا نشوفنا الاتحاد المغربي وطبعا حدث على حرك عن اتحاد تونسي اتحاد التونسي طبعا بيقف وراء أنديته بشكل غير طبيعي كلنا شفنا ومش عايز أتكلم في الكلام قديم ما روش لازمة لكن إلا حصل حصل لكن كلنا شفنا النهاردة الوداد انسحب من المباراة اتحاد المغربي في ظاهره احنا معاكم هنتقدم بشكل اتحاد الأفريق اللي يكون فيه جلسة في المكتب التنفيذي للكاف يوم 4 يونيو نتكلم كمان 3 أيام إن شاء الله ودي هيكون من ضمنها طبعا والحدث الأكبر والأبرز هو منقشة الأحداث اللي احنا شفناها فيه مباراة الوداد والترجي طيب لحد إمتى طبعا يا جماعة اتحاد المصري لما يكون فيه أندية مصرية أو نادي مصري يكون بشارك في بطولة اللايل اتحاد وراء اللايل اتحاد مسنده أنا بتكلم كده مش بتكلم عن نادي اللي بتكلم أنا على التحكيم يا كابتن جهد جريشا كابتن جهد توقف 6 أشهر من قبل الاتحاد الأفريقي طيب هاتحاد المصري تدخل هاتحاد المصري تتكلم هاتحاد المصري حتى لو تكلم وإحنا مش عارفين طب يوضح للسادة المشاهدين يوضح للرأي العام إن اتحاد المصري دايما في ظاهر كل ما هو ينتمي للقرى المصرية جماعة اتحاد الدولي دايما لما يجي نتكلم أو لما نادي يتكلم مع اتحاد دولي يقول له تكلم مع اتحاد الأفريقي وبالتالي احنا هنا لازم كأهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو أي نادي بيشارك في بطولة أفريقية لما يكون عنده مشكلة لازم بيلجأ اتحاد المصري اتحاد المصري يلجأ إلى اتحاد الأفريقي اتحاد الأفريقي لو محلش المشكلة يلجأ إلى اتحاد الدولي عشان خطر يحكم ما بين كل الأطراف فبالتالي أبتكلم على موقع زيما حضراتكم شايفينه وأكيد يعني أنا بالنسبة لي المباراة ممكن تتعايد بشكل كبير لكن أنا أبتكلم وأحكي لحضراتكم عن الواقع أنا هنا عمري ما هكون حكم وعمري ما هكون جاي على نادي على حساب مادي لكن احنا حاولنا أن احنا نتكلم مع ناس كتير جدا في المغرب وفي تونس وناس مسؤولة عشان نعرف عنهم إيه اللي حصل لكن كله يعني ممتنع عن الرطي نروح للمغرب بقى والأستاذ أحمد نعيم الإعلامي المغريبي